المناعة الخلوية المناعة الخلوية أو المناعة بالخلايا الوسيطة تبدأ الاستجابة الخلوية بتعرف الخلايا البلعمية الكبيرة على الميكروب أو على الخلايا المصابة وتلتهمها وتحللها باسط إنزيمات تتحرر من الليسيسومات وتنفاصل الأنتجنات التي ترتبط مع بولوتين التوافق النسيجي ويتكون معقد يسمى أنتجين بولوتين التوافق النسيجي ويتم عرض هذا المعقد على سطح الخلايا البلعمية حتى يتعرف عليها الخلايا التائية المساعدة TH تتعرف الخلايا التائية المساعدة على الخلايا البلعمية الكبيرة العارضة وترتبط مع أنتجين بولوتين التوافق النسيجي من خلال المستقبل CD4 الموجودة على سطح الخلايا التائية المساعدة وهنا تفرز الخلايا البلعمية الكبيرة العارضة مادة بروتينية تسمى الانترلوكينات لتنشط بها الخلايا التائية المساعدة فتصبح خلايا تائية مساعدة منشطة تفرز الخلايا التائية المساعدة المنشطة مادة الانترلوكينات لتنشط غيرها من الخلايا التائية المساعدة وهذه الخلايا التائية المنشطة تنقسم إلى خلايا تائية مساعدة منشطة وخلايا تائية مساعدة زاكرة كما تفرز الخلايا التائية المساعدة المنشطة عدة أنواع من بروتينات تسمى السيتوكينات هذه البروتينات تنشط الخلايا التائية القاتلة السمى تي سي والخلايا البائية والخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا القاتلة الطبيعية إنكي تتعرض بعض خلايا الجسم لنوعا ما من الفيروسات التي تنجح في دخول الخلية وتنفصل أنتجنات هذا الفيروس ليرتبط مع بروتين التوافق النسيجي للخلية المصابة مكونا معقد أنتجين بروتين التوافق النسيجي والتي تعرضه الخلية المصابة على سطحها لكأن تتعرف عليها الخلايا التأيية السامة أو القاتلة المنشطة تتعرف الخلايا التائية السمة على الخلايا المصابة بالفيروس أو الخلايا السرطانية والتعرف يتم من خلال المستقبل CD8 الذي يوجد على سطح الخلايا التائية السمة وترتائط من خلاله مع معقد أنتجين بروتين التوافق النسيجي الموجود على سطح خلايا الجسم المصابة بالفيروس أو الخلايا السرطانية تفرض الخلايا التائية السمة بروتين البيروفورين والسموم اللينفوية على الخلايا المصابة بالفيروس أو الخلايا السرطانية فيتم تسقيب غشائها ويتم تدمير نواتها بالسموم اللينفوي ترتبط الخلايا التائية المساعدة المنشطة بالخلايا الباقية التي تحمل على سطحها أنتجين الميكروب ويتم تنشطها بالسيتوكينات التي تفرز الخلايا التائية المساعدة المنشطة تبدأ الخلايا الباقية بالانقسام والتميز إلى نوعين من الخلايا خلايا باقية بلازمية وخلايا باقية ذاكرة تنتقل خلايا البائية البلازمية العديد من الأجسام المضادة التي ترتبط بأغلفة الفيروسات وتلتهمها بعد ذلك الخلايا البلعمية الكبيرة وتقضي عليها أما الخلايا البائية الزاكرة فتبقى في الدم فترة طويلة تتراه ما بين 20 و 30 سنة لتتعرف على نفس الميكروب إذا دخل الجسم مرة أخرى وذلك من خلال نوع الأنتجين الموجودة على سطح الميكروب بعدها تنقسم خلايا البائية الزاكرة وتتماز إلى خلايا البلازمية تفرز أجسام مضادة للأنتجين وبالتالي تكون الاستجابة سريعة وتم القضاء على الميكروب ولا تظهر أعراضا للمرض